اسمحوا لي بأن أعلن لكم عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والمواجهة خصيصاً لأبنائنا من زاوي الهمم أولاً تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنوية الخاصة بزاوي الهمم ثانياً التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بأليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع زاوي الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعملية ثالثاً خيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراس قدرات وإبداعات زاوي الهمم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة شكراً رابعاً نعم وأنا بحبك جداً أخلص بس دوني ديئة واحدة كمان رابعاً قيام كافة الهيئات الشمابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وسقل مهاراتهم الرياضية خامساً التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لسيغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من زاوي الهمم لسقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل